السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا فيديو جديد النهاردة هنعمل مع بعض المخل المشكل هنعمله بخلطة تحفة وكمان هقولك كده على اسرار وتكات تخلي المخل معاكي ما ارمش وكمان ما يبقاش طري وتفتح عليه في اسرع وقت خليك معايا الاخر الفيديو وشوف الخطوات بالتفصيل بما ان بقى موسم الارنبيت اليومين دول فانا جبت ارنبيت بحب المخل الارنبيت جدا وقطعته قطعة صغيرة بالشكل ده وغسلته وبعد كده حطيت عليه مياه مالية من الكاتل وخليته على جم هجيب بقى ارنفلفل رومي احمر وكمان نص ارنفلفل حار وتلت فصوصتهم وفرمتهم في الكابة وخليتهم برضو على جم جبت بقى الجزر قطعته والخيار وكمان الليفت وقرنين فلفل حار وبدأت بقى ان انا قلبهم في بعض كده علشان يبقوا مشكلين يعني كده ونقلبهم في بعض كويس جدا وطبعا هحط عليهم الارنبيت بس اسيبوا شوية بس في المياه المغلية جبت بقى لتر من المياه المغلية اهم حاجة في مية التخليل انك تكون غلياها وبردها تمام فانا غليتها وبردتها واجبتها كده هي دوب فترة حطيت فيها على كل لتر مية حطيت تلات معالق ملح واحطي كمان معلقتين سكر وده سر ارماشة المخلل هتقلبيهم مع بعض كويس ولما تحسي بقى ان الملح والسكر خلاص ديبوا في المية هتجيبي بقى الفلفل والتوم اللي احنا فرمناهم في الكبة وهنبدأ نحطهم دول اللي بيدوا لون وطعم حلو جدا للمخلل هنقلبهم تقليبة كده مع بعض وتبقى كده جاهزة معايا مية التخليل هحط بس حاجة بسيطة برضو رشة من الكركم بتدي طعم طبعا فويدة يا حلوة جدا وبتدي لون برضو حلو شوية وكده تمام خلاص هجيب بقى الخضار اللي انا كنتم قطعهم اللي بقى ابدأ احط عليه بقى الارنبيت كده الارنبيت كويس جدا لا سلقته ولا حطيته زي ما هو ناي يدوب بحط عليه مية مغلية واسيبه كده على مقطع بقى الخضار وجاهز مية التخليل او الخلطة اللي انا هخلل بيها هجيب بقى البرطمان اللي انا هخلل فيه وطبعا غسله معاكمة كويس هبدأ احط بقى فيه الخضار اللي هو المشكل ده جازر بقى ارنبيت وخيار وفلفل حار يعني خلطة كده بجد تحفى هنحط بقى الخضار على قد ما البرطمان هياخد وبعد ما احط الخضار كله بالشكل ده طبعا هتبدأ تحطي مية التخليل اللي احنا جاهزناها واحنا قلنا هنحط لتر يعني لو انت هتعملي كمية خضار اكتر من دي او هتعملي برطمانين هتعملي اتنين لتر على كل لتر من المية ثلاث معالق من الملح ومعلقتين من السكر لو انت هتعملي لترين هتضع في برضو الكمية كده تمام البرطمان اتماله خلاص هبدأ احط مية التخليل اللي انا كنتم جاهزاها زي ما انتم شايفين لونها حلو جدا وطبعا بتدي لون حلوة قوي قوي للمخلل هنغطي به بقى كده الخضار كله ولا هنحط اي حاجة هو بس كده وهتجيبي بقى كيسة كده من بتاعة تفريز الحاجة في التلاجة ويتبدأ ان انت تغطيه اي كيسة نظيفة يعني وبس كده ويبقى جاهز معايا احلى برطمان مخلل طبعا احسن من بره بكتير ضمن مضافة انت اللي عاملاه في البيت بيديكي والبرطمان معقم وكل حاجة يعني في منتهج جميل ممكن تفتحي عليه من 3 ل 5 ايام تبدأي تكل منه ولو حب تكله يعني تاني يوم او في يوم على طول تسيبي المية المغلية بتاعة التخليل تخليها سخنة زي ما هي ما تبردهاش اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتم منه ولو جربتوا بقى وعجبكم ما تنسوش بقى الكومنتات الحلوة منكم واللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته